السلام عليكم ازايكم شباب ارحب بكم في اللقاء جديد ودلوقتي اه عايز اتكلم معاكم عن موضوع مهم اه من الموضوع المهمة جدا والمرتبط بموضوع الهيموستيس احيانا نقوله قبل الهيموستيس واحيانا نقوله بعده فالقصة ان شاء الله اه سهلة وهنتعرف يعني ايه والرسبتور ودورها في عملية الهيموستيس كلام في المنتجة العهمية وهو اساس لتطبقات كلينيكية كتيرة قبل ما اتكلم في تفاصيل بفكركم بيه يعني ايه وايه الفرق بين وايه هو عبارة عن يعني فيه وعاء دم ويد جرح سوى نهارة رقوبين او اي حاجة وبعد كده بدأ يحصل نزيف دم طيب بعد شوية النزيف بوقف طالما الجرح بسيط او متوسط فالنزيف بيقف طرقائيا عن طريق الية طبيعية اسمها هيموستيس والالية ديت عبارة عن اربع خطوات الخطوة الاولى اسمها فاسكولر اسبازم او فاسكولر فيز يبقى اذا فاسكولر فيز او نقول فاسكولر اسبازم طبعا زي ما انتم عارفين اللي هو اسبازم معناها ان اللعاء الدموية دي يعني يحصل فيه فازو كونستريكشن بعد كده اللي بيحصل فيه حاجة اسمها او بيتكون في حاجة اسمها بلتلت بلتلت بلج كلمة بلج يعني سيدها دا يعني حاجة تقفل او تسد الوعاء الدموية محققة والمرحلة التالتة اللي هي اللي بيتكون في حاجة اسمها بلاد كلوت بلاد كلوت والخطوة اللي بعد كده ان البلاد كلوت بعد ما تقد دورها في اقاف النزيف ويتقفل اللي موجود تبدأ تدوب اه اه او يدوب الاجزاء منها اللي هي مش موجودة جوه الجدار اللي هي الزيادات يعني ناحية جوه وناحية برة عملية بنسميها آآ الصفائح يا جماعة داخلة في الاربع خطوات دول داخلة في زبازم والبلاج والكلوت وحتى لها علاقة بالفايبرينولايسيز ده وعاء ده ما هو تحصل فيه اصابة هنلاقي ان بحصل ثقب فيه جدار الوعاء ويحصل على طول تلقائيا تبدأ عملية الهيموستيزيز بخطواتها الاربع الاول الوعاء يديد شوف كده عامل كده بقى كده الوعاء يديد وطبعا البلاد ناروينج ده اللي هو او الباسكولار فيز او الباسكولار سبازم ده مهمة جدا يقلل فقدان الدم رغم اتنين تتكون سدادة مؤقتة من الصفائح عمرها دقايق تقفل الوعاء الدموي مؤقتا يتبني عليها بعد كده بلاد كلوت سدادة تفضل معك ايام وتقفل لك الوعاء الدموي ومع مرور الوقت يبدأ بقى الجزء منها اللي موجود في الجدار يا جماعة الجزء اللي موجود في الجدار اللي هو ده يحصل له عملية يعني تلايف واما اللي ناحية جوه واللي ناحية برة يحصل له عملية بص كده ده وده بيدوب لكن ده ده موجود اللي في النص ده اللي في النص ده حصل فيه آه ويفضل عندك زي نتبة كده في جدار الوعاء الدموي اللي هو نسيج اللي تلايف اما بقية حصل فيها عملية نمروا على المراحل ديت ونركز على دور الصفائح الدموي اول مرحلة فيهم وزي ما قلنا بتبقى يعني عملية التلف اللي بتحصل في النسيجة الجماعة هي دي واللي بحصل فيها ان اي وعاء دموي لازم لازم يا جماعة في جدار اي وعاء دموي لازم في اسموس مصر عضلات ملساق عضلات ملساق كل الاوعاء الدموية مع ده في جدارها عضلات ملساق اسموس مصر دي بتانقبض فتعمل لك وده مهم جدا عشان يضايق الوعاء الدموي ويقلل طيب ده بيحصل ازاي ميكانيزم في عندنا تلات آليات آلية نيرفاس وآلية مايوجينيك وآلية كيميكال النيرفاس هو عبارة عن فعلا منعكس الاستيملس بطاعة هو البين يبقى ده اول حاجة النيرفاس ميكانيزم اللي هي عبارة عن السيمباساتيك ريفلكس انيشييتد باي بين يبقى اول حاجة نيرفاس ميكانيزم او مايوجينيك الاسموس مصر لنفسها جماعة اول ما يحصل لها دمج او انجري على طول على طول تنقبض يعني هو الانجري في حد ذاتها هي دستيملس الاسموس مصر مش محتاجة فعلا منعكس ولا ولا او او ان ده يعني اضافة له هما التلات حاجات بحصلوا في نفس الوقت وجودهم مع بعض بيخلي الاستجابة سريعة وقوية يبقى ده رقم اتنين مايوجينيك انشيتد بيل انجري تمام او رقم تلاتة كيميكال 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 يعني الالية هنا كيميائية اني بيتصاعد من الاماكن اللي حصل فيها دمج زي مادة الاندوسيلين مادة السيروتينين مادة السرومبوكزان اي تو تلاتة مواد فغاية الاهمية جماعة اندوسيلين سيروتينين سرومبوكزان اي تو مواد بتعمل انشييشن البازوكونستريكشن بشكل فعال جدا تمام طيب انت خدت بالك كويس قوي ان فيه تلاتة ميكانزمات نيربوس وكيميكال ومايوجينيكال الصفاح بقى يعني لو حبينا نوصفها هي عبارة عن خلية صغيرة جدا ديسك لايك آآ كطرها صغير جدا يعني تلاتة الى اربعة مايكرون وعمرها في الدم بسيط جدا من تسعة الى اتنشر يوم واحيانا اقل من كده كمان آآ عددها من متين وخمسين الف الى ربعمائة الف فهي الخلية الاكسر عدد في الدم بعد الاربسيز الاربسيز بالملايين دي بعدها على طول البليدلتس بتبقى جاية من خلية او بتنتج من خلية اسمها ميجا كاريوسايد عمليات تصنيع خلايا الدم في خلايا الاول بتبقى اسمها استمسل تمشي كده في مصار وتديك حاجة اسمها آآ ميجا كاريو بلاست وبعد كده آآ برو ميجا كاريوسايد وبعد كده تديك الميجا كاريوسايد ده خلية كبيرة اللي بعد كده الخلية دي تنشطر وتديك بقى ايه كل جزء صغير منها ده صفاحة دموية شو بالخلية دي جماعة بتتفتت حتت 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 وكل حتة هي عبارة عن صفيحة دموية ومنطقة جدا ان هي تبقى قابلها نوالة ان هي كلها اجزاء من الخلية الضخمة دي حوالي آآ من ستين لخمسة وسبعين في المية من الصفايح بيلفي في الدورة الدموية وتلاتين في المية يا جماعة في الاسبلين تلاتين في المية في الطحال عشان كده لا التحالة ما بحصل فيه مشاكل بيأثر بشكل ايه قوي جدا على الصفائح الدموية في عندنا هرمون آآ مهم جدا لتنشيط او لتصنيع الصفايح اسمه وده بيطلع يا جماعة من الليبر مصدره الاساس هو الليبر وعشان كده آآ آآ في حالات وغيره بيبقى عند مشكلة كبيرة جدا في الصفايا في كل عينين تكونك لبر ديز اللي قدوم بسرومبوسيت وبيني نقص في الصفايا فده اسمه هرمون بيطلع من الليبر علشان آآ يعمل اكسريريشن لبريتل فورميشن ارجع بالذكيرة كده الاربيسيز كان عندك هرمون اسمه ريسرو بايتن هنا الخلية اسمها سرومبوسيت فالهرمون اسمه سرومبوبايتن بايتن يعني محفز ده سرومبوسيت استيميلاتين في نقول عليه سرومبوبايتن اللي كان مع الاربيسيز اللي اسمها كان اسمه الاريسرو بايتن اللي هناك الاريسرو بايتن كان بيطلع من اللي من من الكيدني اما هنا السرومبوبايتن بيطلع من اللي من الليبر. آآ الصفائح ده موي لما نيجي نبص عليها تحت اللايت مايكروسكوب والنيترو مايكروسكوبنا فيها وعشان كده هي هي لها قدرة على الانقباض والانقباض ده هنعرف اهمية دلوقتي وحنا نتكلم عن البلاك فورميشن. آآ طبعا فيها بقايا من الاندوبلازم الكريتيكلا موي الجولجي اباريتس عشان كده تقدر تخزن الكالسيام. آآ فيها ميتوكوندريا وفيها انزايم زي بتصنع البروستا جلاندينز وحاجات تانية. فيها كمان عناصر كيميائية متخزنة في جرانيولز سواء كانت دينسا جرانيولز او الفا جرانيولز. الدينس جرانيولز دي فيها الكالسيام وفيها السريتينين وفيها الاي دي بي والاي تي بي. اما الالفا جرانيولز فيها البروتينات. يبقى التينس فيها الحاجات اللي هي سي مسلا ال اي دي بي وزي ال اي تي بي وزي السريتينين ولكالسيام. اما الالفا جرانيولز فيها الحاجات البروتينية وده كتيرة زي مسلا الفايبرانوجين زي بون بيلبران فاكتور زي فاكتور خمسة وفاكتور تمانية. والجروس فاكتور اللي هو بيسميه بليتلت درايب جروس فاكتور. وفاكتور مهم يا جماعة اسمه اللي هو بطلع من الصفايح عشان يعمل عملية تثبيت او تقوية او تدعيم بعد تكوينها. ده شكل الصفايحية وفيها اسماء الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها. السلم بتاع الصفايح بيبقى مميز جدا ان عليه يعني اه لو جينا بص على السلم بتاع الصفايح يا جماعة بيبقى عليه مستقبلات كتيرة جدا تمام? ومتنوعة. ديت لما بتنشط اه هي بقى اللي بتبقى مسؤولة عن عملية واللي هما خطوات مهمة جدا واولية في بناء ففي عندك اه مهمة اوي اشهر واهم هذه يا جماعة اللي هو اه اتنين بي تلاتة ايه. اشهره مع الاطلاق يا جماعة. تمام? وفي عندك بس هو انا عايزك تركز على ده بزيلايكو بروتين اتنين بي تلاتة ايه. ده في غاية الاهمية في وهو دوره حيوي جدا في عملية وهنشوف دلوقتي ده بيتم ازاي. شوف انت عندك بقى آآ الخلية اهيت. ده 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 وعلى سطحها الرسبتور وبشتغل عليه حاجات معينة. فعندك مسلا ده الرسبتور اهوت لسه اليه اتنين بي تلاتة ايه بيشتغل عليه الفايبرانوجين والفون فيلبراند. وهي رسبتور تاني للفون فيلبراند. وفيه رسبتورز تانية للاي دي بي وللكولاجين وغيره من من الماتيريالز. يبقى ازا سطح الصفايح مليان جلايكو بروتين رسبتورز. وكل رسبتور له حاجة معينة بتشبك عليه وتنشاطه وده بقى مهمة في خطوة معينة من خطوات اللي هي مستيدس. وعندك امثلة ليه اسماء رسبتورز. تمام? وعندك امثلة للمواد اللي بتشبك عليها. زي ال اي دي بي وزي سرومبن سرومبو وزين اي تو والفون والبراند والفايبرانوجين. وزي مصورة كمان بتوضح الكلام ده. طيب اهمية السيل ميمبران. السيل ميمبران ده اهميته. ده هو كل حاجة. السيل ميمبران عليه المسؤولة عن ان هي ريبيل وادهير. تمام? تمام? طيب. مسؤولة عن ان هي تعمل champagne? يعني يكون اندثيوليام الطبيعي تعمل يعني تتنافر مع الجدار. ذلك لما يكون مصاب لأ تلتسط مع الجدار. تمام? شو بقى ان هي بتعمل يعني يعني تمنع يعني تمنع الالتساق في الاندثيوليام الطبيعي. لكن تساعد الالتساق في الاندثيوليام اللي فيه ايه? انجرين. يبقى ازا الجلايكوبروتين تمنع الالتصاق في ايه يا معرفة النورمال. لكن زي ما نشوف كمان شوية. طيب فيها كمان طبعا اه على بتاعها ودي مهمة جدا لتنشيط عملية التجلط اللي هي يعني. نيجي بها ليه حاجة مهمة قوي اسمها تكوين السدادة اللي هي الخطوة التالي التانية في الهموسيز. احنا قلنا يا جماعة الهموسيز اربع خطوات. بلاد كولوت فورميشن. الخطوة التانية اللي هي تكوين سدادة الصفائح ودي مهمة جدا واساسية عشان الخطوة التالتة التم اللي هي البيلاد كولوت. وهما الاثنين مرتوطين مع بعض. لازم الاول يبقى فيه بلاد عشان يبقى فيه عندك ساكسسفول كولوت فورميشن. البلاد دي بتتم ازاي? بتتم على ثلاث خطوات. الاول يحصل بالليتلت اديهيجن يعني الاتصاب للصفائح. الخطوة التانية يحصل عملية يعني تنشيط. يعني السفائح الاول تلتصق ثم تنشط. ثم بعد كده تبدأ تتراقب مع بعضها عشان تعمل لك كتلة وتعمل سدادة تقفل لك اللي موجود. هما ثلاث خطوات يا جماعة سابتين ايا كان مصدر مزاكرتك. احنا بتقول زي بقول انا فيه محاضرات يا جماعة زي بتقول ممكن انه متكررة عندكم في 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 فبلاي لست. فبعضها مختصر بعضها مفصل. انت شوف المحاضرة القريبة من المقرر بتاعك. المحاضرات الاكبر شوية هتلاقي فيها كل التفاصيل ان شاء الله وكل الناس هتلاقي فيها اللي محتاجين. فعملية الاول بليتلت اديهيجن. اه الاتصاق. وبعد كده اكتيبيشن وبعد كده ايه اجريجيشن. فاحنا محتاجين الوقت ان يعرف اديهيجن بحصل ازاي. والاكتيبيشن بحصل ازاي. وكلام بسيط جدا يا جماعة. طيب اول حاجة اه اه طلتسق الصفائح. الصفائح مقتلتسقش يا جماعة. اللى بالاندس اليوم. يعني لازم شوف انت approved скор dalla قدمك دي. هنا لازم في جرحة يا جماعة في هنا جرحة. تمام? الجرحة اللي قدامك ده الجرحة اللي قدامك ده شوف بقى شوف الخطوط اللي زهرت دي الخطوط اللي زهرت عندك دي دي اسمها هو دي يا جماعة هو ده بقى القلاجين اللي احنا بنقول عليه. تمام? ويزهر كمان الخليبا للجاه ده موجود في جوة تلاقيه في تلاقيه في تلاقيه فهو موجود في اماكن كتيرة من ضمنها او شوف انت عندك بقى هنا كده عنده هنا زي ما قلنا هنا آآ ظهر اهو التصاق والالتصاق على طول يتبعه لو جيت تلاحظ كده ان الشكل بتاع الصفايح شوف هي جاية وهي دخلة شكلها عامل ازاي ودي ده ده بعد شوية بقى شكلها عامل ازاي فالخلية يحصلها عاملات اكتيبيشن ده معنى جامعة ان الخلية يحصل لها تنتفخ وبعد كده يبدأ اطلع لها اقدام كاذبة زي ما انت شايف كده الزواية دي عجبا عشان تمسك بيها اقدام كاذبة اسمها سودو بوديا اقدام كاذبة وبعد كده يتكون جواها زي ما انت شايف كده جواها حوائي صلاط تحس انها انتفخت وجواها حوائي صلاط والحوائي صلاط دي موجود فيها مادتين مهمين جدا يبقى الاول اصفائح تلتصق في تلتصق اللي هو عبارة عن والالتصاق ده برضو هنتكلم عنه كمان شوية وعامل مهم جدا وحاسم فيه اللي هو وجود في الصاب اندسيليام على سطح الصفائح يقوم يكلبشها في الكولاجين اللي موجود في الصاب اندسيليام طيب واحنا قلنا الاكتيبيشن معناها ان يبقى في وتبقى ستيكي يعني تلتصق وسطحها يبقى غير منتظم ويظهر لها قدام كاذبة ويبقى بقى فيها جرانيولز فيها الاي دي بي والسرومبوكزان اي تو دي تبقى كاتب تقتفرزهم لما تفرز الاي دي بي والسرومبوكزان اي تو يا جماعة دول يعملوا لامور بلتلس لان الاي دي بي والسرومبوكزان اي تو لهم لهم ريسيبتورز على سطح البلتلس التانية لو رجعت للشرعتين قبل كده كان فيه عندنا على سطح الصفائح. اول ما يوصلوا يشبكهم يبدأوا ميجذبوا الصفائح للمكان اللي موجود فيه الصفائح اللي قبل كده او اللي عملت يعني زي كده يوصلهم. عشان كده شوف بقى. شوف الصفائح دلوقتي ايه اللي بحصل? بتيجي الصفائح. تمام? تيجي على المنطقة دي كده. ده المنطقة هي تتراكم واحدة الاول وبعدها التانية جنب اختها وهكزا. كلهم يحصلوا من نفس الخطوات. التلتصق الاول وبعدها ايه تبقى تطلع موات كميائية تجيب صف جديد لغاية ما الصف يتراكم على الصفة عملية بنسمها بلتلت اجريجيشن. هنا الصورة بتوضح نفس الكلام ده التسقط الصفائح. وبعد ما تلتصق تبدأ بقى تطلع المعناصر الكيميائي اللي اهمها الكيدي بي والسطولون بوكزان اي تو. اللي لهم على سطح الصفائح العادية. يبدأ يجي صف تاني. والتاني يجيب تالت واحدة كزا. الصورة دي برضو نفس الكلام. ده الاصابة اهيت ده اللي موجود. بعد كده الصفائح بتلتصق ثم تنشط. ثم تجذب صفوف جديدة عملية بنسمها بلتلت اجريجيشن. الحاجات اللي بتنشط الصفائح ايه? بينشط كولاجين. ده اهم منشط يعني هو ده اكتر حاجة تخلي يحصل تغيير سريع جدا في الصفائح. اليد بي طبعا اللي طالع من الصفائح برضو. يعني حاجات دي بيطلع من الصفائح تنشط صفائح تانية. اللي هو اللي هو اللي هو الاحتكاك يعني بقى فيه عندك مكان كده جماعة مكان ضيق الدم بيجي فيه فيحتكي جامد وهو معدي. سموها احتكاك. احتكاك لانك المكان ضيق قوي والدم بيطلع بحاول يطلع منه. ده بسموها ده يؤدي الى تنشيط الصفائح برضو. كل الحاجات دي تؤدي الى تنشيط الصفائح وخاصة ان لها على سطح الصفائح زي ما وضحنا قبل كده. اه في بقى اه الميكانيزم بتاعة الاكتيبيشن والاجريجيشن في نقطة مهمة قوي. كنا قلنا عنها فكرة من شوية. اللي هو بروتين اسمه جلايكو بروتين اتنين بي تلاتة اي. تمام? الده دوره ايه? دوره مهم جدا في عملية ازاي? طيب اه البروتين ده يا جماعة موجود فين? موجود على سطح الصفائح. بس هو في الوضع العادي بيبقى غير نشط. لكن اول ما يحصل على طول بليتليت اديهيجن بيبدأ يحصل له عملية زي ما احنا شايفينه يا جماعة. اول ما اه في ده بليتليت عادية. عادي خالق. هل نشايف حاجة? كل حاجة متغطية يا جماعة. الحاجات الريسيبتور دي متغطية. يعني الريسيبتور اللي هو الجلايكو بروتين اتنين بي تلاتة ايه ده? بيبقى ايه? اين هكتبه? اول ما يحصل بليتليت اكتبيشن يبدأ على طول. طيب ايه بدأ يزهر قدامك هو. طيب بدأ يزهر ايه ده? بدأ يزهر ويبين نقاط الارتباط. يشبك فاهمين يا جماعة الجزئات. هو بقى بعمل ايه? بيشبك على 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 المكان ده. وفي المكان التاني يشبك على بليتلي التانية. نشوف هنا لزق هنا. طب ايه المشكلة بقى? ان هو بيلزق هنا يلزق هنا وهنا. ويلزق هنا وهنا. يبقى شبك التلات صفائح دول ببعض. وكمان عندك صفائح تانية كمان برضو تشبك تيه تشبك. ودي كمان تشبك. ودي تشبك. ودي تشبك ايه اللي لزقهم في بعض وعملك لزق كله كله ببعضه اللي هي العملية اللي اسمها بليتلت اجريجيشن. يبقى ازا المحوري جدا في عملية اللي هو اتنين بي تلاتة اي زي ما قلنا. طيب خلصنا كده عملية بخطواتها وزكر فيها عنصر مهم اسمه. ده موجود في اماكن كتير قوي. في البلازمة تلاقيه. في اندوسيليم تلاقيه. في الصفائح تلاقيه. في الصب اندوسيليم تلاقيه. تمام? وآه جوه الصفائح طبعا. يبقى ازا موجود في والاندوسيليم. والصفائح والميجا كيريوسايد والصب اندوسيليم. اماكن كتير. خمس اماكن يا جماعة. منتشر جدا. اللي مش مذاكر كويس يعقى يتلخبت يقولك ده كان مكفوض هنا ما هو موجود في كل اماكن دي. طيب ايه اهمية البول بالبراند بيتحد في الدم مع فاكتور تمانية ويعمله يحميه من التكسير. لكن اثناء اعمالية تعرفين ان فاكتور تمانية ده مهم جدا في الانترنسيق ميكانيزم. عشان كده في اثناء الانترنسيق ميكانيزم يبدأ ينفصل عن فاكتور تمانية علشان يسيب فاكتور تمانية يندمج في خطوات وإلا التجلط هيوقف. ازن هو بيتحد مع فاكتور تمانية ويحميه معدى وقت التجلط. مهم جدا في مهم جدا برضو في لان احنا عارفين يا جماعة موجود في في موجود في موجود في طيب وبعد كده هو لو على الصفائح فالصفائح تقرب على طول تلتصق تلقط في في اللي موجود في يبقى هو موجود في ولو رسبتور على سطح الصفائح يقوم لازق الصفائح يلزق دي يلزق دي اللي هي عملة نسميها اللي هي الخطوة الاولى قبل الاكتيبيشن والأجريشن. اخر جزء ايه في الصفائح ايه اهمية البلاك فورميشن في احنا عندنا جماعة الاوعية الدموية بتاعت جسمنا فيها يعني بتتعرض لجروح صغنانة كل يوم. اوبنينج صغيرة جدا. فالاوبنينج الصغيرة دي على طول بتقفلها الصفائح وتحمي الجلد بتاعنا. لكن لو حصل خلل في القلية دي. والصفائح قلت عن المعتاد. انفوض عملة تقفل لك الفتحات الصغرنانة دي. وحصل عندنا حالة اسمها سرومبوسايتوبينيا. هيبدأ بقى الدم يخرج من الفتحات الصغيرة ديت. ويعمل لك نقاط نزيف. تبقى واضحة قوي تحت الجلد زي ما نشاهد كده. طيب تلاقي الجسد الجلد بنقاط كده لو مش كتير قوي زي المنظر دامكم ده ممكن لواحد تحس ان ايه فيه تقرس نموس. ارسة نموس. لا اهي مش ارسة نموس. ده نزيف تحت الجلد. من وسببه نحصل صفائح. آآ طبعا مش هندخل في تفاصيل كتير لان ده موضوع اسمه وان شاء الله هتدرسوه في الكليني كده. آآ خلصنا موضوع موضوع فغاية الاهمية واشكركم وإلى اللقاء جديد ان شاء الله.